في 2020 كان الدكتور البدوي يقدر أن يحصل على منح حوالي 5 مليار دولار وتعادل 53% من ويرادات الموازنة ولكن طبعا بعد جدل كبير حصل في هذا المجال تراجع هذه التقديرات إلى 27% من ويرادة الموازنة فيما يعد بحوالي 2.8 مليار دولار ولكن في نهاية العام ما تم الحصول عليه فعليا لم يتعد 280 مليون دولار فقط 10% في العام 2021 كانت تقديرات الموازنة هي أن يكون هناك دعم خارج في حدود 3.7 مليار دولار تم زيادته إلى حوالي 4.4 مليار دولار ولكن ما تم الحصول عليه فعليا في نهاية العام كان في حدود 400 مليون دولار أي ما يساوي 20% فقط لذلك الحديث فيما يتعلق بأن المنح وهذه كانت تلعب دور أساس الموازنة في تقدير هذا غير صحيح للأسف هذا الآن تم استغلاله من وضع العسكري الحالي في الإحاة بأن هذه المسائل توقفت وبالتالي تم استخدام هذه المزلة كغطاء للهجم على المواطن لأن يدفع جبايات ضخمة جدا بزعم أن الدعم الخاري توقف وكذلك بزعم أن هناك اعتماد على موارد ذاتية وهذا فهم خاطئا موارد ذاتية هو تعزيز وتحريق الإنتاج وليس اختلاع الأموال من جوب المواطنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر